السلام عليكم وشاهدكم انشاء الله ربي تكونوا لباس انا كالعادة رجعت لكم بوصفة جديدة كما تشوفوا حاجة هايلا بنينة كما نعرف هم دونوتس لهنا خفاف أنا زينتهم بالشوكولاتة والسكر والتي تحبوا الكل بطبيعة وكين ما زلتم مشتركتوه شار الله ربي تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا دايلايك للفيديو وتخليوا لي كومنتيغ التعليقم متاعكم كما تشوفوا الهنا الوصفة بنينا وهايلا ولي اللي دونوتس مشربوش الزيت اخفاف وانا نعطيكم الطريقة كيف تعملوا مو كونات سهلة فيهم شبرشة برشة تعب وبالنسبة للزينة كيف كيف متحبوش تزينوهم تنجمو تعملوهم بالسكر ويتاكلوا بنين في وقتهم بالنسبة المقادير سهل برشة أنا اللي هنا عندي الكيس حليب دافي دافيتو بطبيعة هذا الكيس اللي بش نقص به بعد توا بش نجين نحط عليهم الاخميرة كيف تشوفوا مغرفة كبيرة مش معبية اه سامحوني هذي السكر لانا مغرفة كبيرة مغرفة كبيرة خاطر الدونوتس متعي حلوين تحبوا تزيدوا أكثر سكر لانا مغرفة كبيرة مش معبية برشة برشة وتوا بش نزيد على الخليط هذي شوية زيت اللي يحب يزيد الزبدة ينجم ازيد مغرفة زيت نباتي لانا لدينا مغرفة خميرة مغرفة سكر مغرفة زيت نخلطهم ونخليهم يرتاحوا بمدة خمس دقائق الحليب اللي عندي دافي له برد و له سخون برشة نخليهم خمس دقائق ونرجع لهم كما تشوفوا الهنا فما رغوة اتعملت قصة مغرفة اصفر تاكد اضعوا بيضة اضعوا بيضة مغرفة ما شكلة اما بحكم اني من حمل شريحة الصفر في القليل انظروا مغرفة ستضيف الفارينة هذي الكاس لا رصيت ولا شيء عبطة بان نضيف زوز مغارف انشاء نضيف الملح نضيف الملح التضيف ؛ عليا نضيف المؤمنة شعيص الدم فهنا التحضير الإخلامة نضيف الشعير بالتصبح ثم نضيف الكمية الاخرانية ثم نضيف الكمية الاخرانية كيس الثالث ونضيف الكمية الاخرانية نضيف الكمية الاخرانية المهم تكون عجينة اطرية تتلم معادش تلسق في الايد تولى ميتها ونغطيها ونغطيها ونخليها ترتاح مدة 30 دقيقة ونفرغها ونستعمل الفرينة في حلينها ونقوم بالفرينة ونقوم بالفرينة ونقوم بالفرينة ونقوم بالفرينة اضلتها وسأدفت ماذا نحن بالفرينة نقوم بالفرينة في المقلة ونقوم بالفرينة مغطيها ولنقوم بالفرينة ونقوم بالفرينة ونقوم بالفرينة للقعبات تقصوا بشكل متساوي وصفة سهلة تحضر بنينا برشة وخاصة ما شربت ليش الزيت بالكل ان شاء الله ربي تجربوها وتعجبكم انا عملت كعبات كبار نجموا تقسموها لستة شن كعبات تعملوا كعبات صغيرين كما تشوفوا معناه نحلها بشوية نعمل في وسطها دايرة اما في مزوز طرق اللي يحب معناها يعمل بالطريقة هذي اي حاجة معناها كية تعملوا فيها فورما وإلا بشكل ابسط يسر هو تحطوا معناها تعملوا تهبطوها معناها تحلوها معناها تحلوها وبعد بسبوعكم تعملوا دايرة صغيرونا وتوا تجي وتحلوها هكاية هذو ما تحلو الكعبات الكل وتوا نقصيت الهنا دوير متاع ورق الزبدة متاع الطبخ بش نحط عليهم الكعبات متاعي وبش نخليهم يعاودوا نغطيهم ونخليهم يصبروا مدة 10 دقائق الى 15 دقيقة ونقصيت الهنا دايرة ونقصيت الهناد ونقصيت الهناد ونقصيت الهناد وخاصة بعد بش ميتبادليش منظرهم في القليين بش نستحفظ بالورقة الزبدة ونقصيت الهناد ونغطيهم بالطبيعة كي تغطيهم من دي القماش تحاولوا ان ما يكونش فيه الريحة متاع الصابون لغسيل هنا عندي طرف سكر عادي ابيض نستعملوا في الزينة هنا حذرت ذوبت شوكولاتة لانه في الوقت اذا نفسه حتيت الزيت يسخن هذي الشوكولاتة متاعي ذوبتها نجمو تاخذو سا الشي عادي تعملو فيه ثقب مجنب بش زينو بيه شوكولاتة تحبو تزينو بالسكر اكهو تحبو تزينو بالفيكا تنجمو تزينو بلي تحبو انتو ما بش حتى بالمعجون فيه البركة هذوم الكعبات متاعي حذرو نسخن الزيت بش نجي نحطهم اتيبو الزيت اللي هنه مسخن ليش بالكدير بالكدير وخاصة الزيت معناها تحطو في ايناء غارق خطر لازم معناها كمية كافية من الزيت كما تشوفوا لانه نحطهم بالورقة كي من هما ما يتبدل ليش الشكل متاحهم نحافظ على الشكل المزيان وبعد كنكمل معناها القليين متاحهم خاصة معناها نشوفهم سخنوا بعد نجي من نحي ورقة الزبدة متاعي مفهمة حتى مشكلة ما يلساقش هكما تشوفوا معناها مش بش نخليه يتيب جوزت شوية من لون تشد الكعبه روحه وبعد نحيه وتوا معناها نحط عليهم نعاونهم هكيا بالزيت بش فيس عما يطلعوا يجي لونهم مزيان متقوي وش النار برشة برشة تحطو على نار متوسطة بش يخذوا وقتهم يتيبوا من داخل ومن بره يبدأ لونهم يتحمر لون مزيان وبعد نحيهم كل مره نحيهم انا ولاي مستحقيتش حتى بيج نحط معناها الكاغت ولا الورق بش نشرف عليها الزيت لانه مشربوا ليش الزيت من نحيهم بشوية بشوية خاصة معناها بعد القليين يبدأ يسخن الزيت بالجدات نقصوا شوية النار اذا كان هذيك معناه خاطرنا تاول البلاك كما اللي عندي يشدوا برشة سخانة مش كما النار على الغاز مش كيف على الغاز الطبيعي مش كيف هذوم يشدوا سخانة اكم تشوفوا هذي ورقة اخر نحيتها ونكمل القليين في عقلي اما نغطس في السكر العادي هكي هذي اسهل طريقة متكسروش يسر مخاكم تشوفوا جينا المنظر محلي انا جربت هذي بالسكر اخشن يسر ما محبش يرسقولي لازم حاجة تكون جيدة وإلا تحبوا تزينوهم بالشوكلاة كما تعملوا بالشوكلاة ومن داخل تنظروا طيار يناك وإلا تزينو بالشوكلاة كما تحبوا تغطسون في الشوكلاة تعملوا شوكلاة وإلا تزينوهم بعضفها المهم بالله عندكم في الدار تعملوا جو لصغيرات وتعطيوهم يجب عليكم العجينة ويجب عليكم العجينة انا اعاونوني بشكله كما يحب انا استعملت شوكولاته غامقه نجمو تستعمل شوكولاته بالحليب وبحكم حتيت مغرفتين سكر من الأكهو في العجينة كما تعرفوا انا ديما معناها نحاول نعمل وصفات اللي متكونش لحلوة برشا ولا ملحة برشا معناها واحد دي سيس على الصحة متاعو انتو ما تحبو تزيدو اكثر سكر تنجمو تزيدو بشي جيكم مطعمهم احلى ولا تنجمو تكثروا مثلا في الزينة تنجمو تعملو بالشوكولاته تنجمو تعملو بالمعجون بالمربة معناها بالعربية الفصحة كما تحبو انا الحق بعد زدتهم هذوكم الحلوة الصغيرة الملونة اكعلون المزيين ان شاء الله يا ربي بطبيعة تجربوا الوصفة وتعجبكم وان شاء الله يا ربي متبخلوش عليا بالتعليقات متاعكم ان شاء الله يا ربي صحة وبشفاء ونتقابلوا بتطبيعة في فيديو اخر ونتمنى لكم كل خير واي وصفة حاشكم مش نعملها لكم مرحبا بطلبات متاعكم وان شاء الله يا ربي القناة تعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة